لسا مكملين مع حضراتكم ومع سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيدوا أن السيناء الغالية هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم فهي عبر التاريخ مطمع للغزاء ومحطة أنظار الطامحين والطامعين وهي كذلك المستهدف الأول بأشرص وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر في تاريخها كله خلينا نسمع مع حضراتكم جزء من كالبات سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم إن سيناء الغالية هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم فهي عبر التاريخ مطمع للغزاء ومحط أنظار الطامحين والطامعين وهي كذلك المستهدف الأول بأشرص وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر في تاريخها كله الأخوة والأخوات سيبقى يوم الخامس والعشرين من إبريل كل عام يوما مشهودا في عمر أمتنا يمثل نتاجا نفتخر به لحرب اكتوبر المجيدة ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة مجسدا إرادة شعب أبى أن يعيش في ظل الانكسار ثم توجه الرئيس السيسي بتحية تقدير وإجلال باسم مصر وشعبها إلى رئيس البطل محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام الذي اتخذ أصعب القرارات في أكثر الأوقات دقة وفي أحلك الأيام ظلمة فأوفقه الله لاسترداد الأرض والكرامة وبدء طريق السلام والتنبية خلينا نسمع جزء من كلمة سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي نركع لحضراتكم إن تحليل سيناء كان تحليلا للكرامة المصرية وانتصارا لسلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ في هذا اليوم نتوجه بتحية تقدير وإجلال باسم مصر وشعبها إلى الرئيس البطل محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام الذي اتخذ أصعب القرارات في أكثر الأوقات دقة وفي أحلك الأيام ظلمة فأوفق الله لاسترداد الأرض والكرامة وبدء طريق السلام والتنمية ترجمة نانسي قنقر